اعلنت زعيمة الحزب الكيبكي بولين مروع عن استعدادها للجوء إلى البند رقم 33 في الشرعة الكندية للحقوق والحريات لحماية شرعة القيم الكيبكية من كل الاعتراضات أو الطعون القضائية بحال تمكنت من العودة إلى السلطة هذا مع العلم أن الحزب الكيبكي استبعد لغاية الساعة إمكانية اللجوء إلى هذا البند مؤكدا أن الشرعة ترتكز على أسس قانونية صلبة إنما زعيمة الحزب الكيبكي رأت أنه بفعل ما أثير من ردود فعل مؤخرا حول شرعة العلمنة والقيم الكيبكية فإنها لن تجازف في هذا السياق وستعمد إلى حماية الشرعة نفت زعيمة الحزب الكيبكي بولين مرواء أن يكون زوجها كلود بلانشي قد خرق قانون تمويل الأحزاب السياسية من خلال التماس مساعدة الشركات لتمويل صناديق الحزب الكيبكي وتعليقا على خبر بثته هيئة الإذاعة الكندية حول هذا الشأن شددت مرواء على أن الحزب الكيبكي يحترم دائما قانون تمويل الأحزاب السياسية بحذفيره وبأن زوجها لم يشوذ عن القاعدة انتقد زعيم الحزب الليبرالي فيليب كويار الخطة الماكيافيلية التي تعتمد على المكر والخداع في الكفاءة السياسية للحزب الكيبكي الذي استخدم شخص جانات بيرتران لدفع مشروع شرعة القيم الكيبكية وبالتالي توجه في سياق السعي إلى سيادة مقاطعة كيبك وندد كويار أمس الأثنين على هامش مقابلته الإذاعية بالتصريحات المثيرة للجدل للمذيع السابقة والكاتبة جانات بيرتران والتي تهدف في إطار آلية موسعة للحزب الكيبكي إلى قيادة الكيبكيين إلى نفق الاستفتاء واعتبر الزعيم الليبرالي أن التصريحات حول مخاطر الأصولية الدينية تثير الكراهية وبأن هذا الأمر لا يشرف الطبقة السياسية عبر زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك فرانسوالو جوع نفاذ صبره من المشجرات القديمة بين زعيمة الحزب الكيبكي بولين ماروا وزعيم الحزب الليبرالي فيليب كويار ففي حين نجد الحزب الكيبكي والحزب الليبرالي يتصارعان حول شرعة القيم الكيبكية فالمواطن في المقاطعة غير متمكن من تحقيق أحلامه الصغيرة التي تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة له فالمواطن بحسب رأي لوجو يرزح تحت وطأة الضرائب ويختنق بفعل ما يجري في المقاطعة بسبب عدم تواجد جرأة سياسية كافية واتت تصريحات لوجو تعليقا على القضايا التي أثيرت أمس حول الاستفتاء والشرعة والبند رقم 33 مشددا على أن المواطن سئم من تلك المشادات الكلامية بسبب من يعتذر لمن أو من تسبب بأذى لمن أشار المدير العام للانتخابات في كيبك إلى أن 9.39% من الكيبكيين شاركوا في عملية التصويت المبكر في صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي في اليوم الأول من التصويت المبكر وارتفعت نسبة المشاركة بواقع نقطة مئوية واحدة مقارنة بما كان عليه الوضع خلال اليوم الأول من التصويت المبكر من الانتخابات العامة السابقة عام 2012 حيث بلغت النسبة يومها 8.61% نشير إلى أن التصويت المبكر انتهى أمس عند الساعة الثامنة مساء ومن المرتقب أن يكشف اليوم المدير العام للانتخابات عن نسبة المشاركة خلال يومي الأحد والاثنين والتي وصلت عام 2012 إلى 16.6% اعتبرت الناطقة بلسان حزب التضامن الكيبكي فرانسواز دافيد أن التصويت الفعلي والستراتيجي يقضي بوضع حد للتناوب بين الحزب الكيبكي والحزب الليبرالي وأن يجرؤ الناخب على التصويت لصالح الحزب الذي يمثل أفكاره وتطلعاته وقبل عدة أيام من موعد الانتخابات العامة في السبع من نيسان أفريل المقبل يرغب حزب التضامن الكيبكي في الحقول دون قيام الناخبين الذين يميلون إلى اليسار السياسي بالتصويت لصالح الحزب الكيبكي ما خافت عودة الحزب الليبرالي إلى السلطة أطلق زعيم حزب الخيار الوطني سول زانتي أمس الأثنين في مدينة كيبك شعار صوتي يمول خياري وتهدف الحملة إلى تذكير الناخبين بأن كل صوت في صناديق الاقتراع يساهم في تمويل الأحزاب السياسية وشدد زانتي على أن الصوت في صناديق الاقتراع أصبح له امتداد أبعد من اختيار الحكومة المقبلة فبموجب القانون الانتخابي الجديد فإن تمويل الشعبي للأحزاب السياسية يتأتى بشكل مباشر من عدد الأصوات التي تحصدها الأحزاب في صناديق الاقتراع مما يدفع بزعيم حزب الخيار الوطني إلى القول إن كل صوت يمول الحزب وأفكاره في الخبر الأخير رفعت لجنة مينار الخاصة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات الطلبية في مدينة موريال عام 2012 تقريرها إلى وزارة الأمن العام في كيبك وأمام الوزارة فترة 45 يوما من تاريخ حصولها على التقرير قبل الكشف عن مضمونه وترأس اللجنة سيرج مينار كلودات كاربونو وبرنار جروني وباشرت اللجنة أعمالها في حزيران جوال ماضي بطلب من الحكومة الكيبكية التي رصدت لها مبلغ 400 ألف دولار وعادت الحكومة وسمحت للجنة بتمديد أعمالها لغاية 31 أذار مارس الماضي كحد أقصى ويتوجب على اللجنة أخذ العربر مما جرى خلال ربيع القيقب وتحليل ما حصل وإيجاد تفسيرات للتجاوزات التي شهدتها المظاهرات الطلبية وكيفية تعاطي الشرطة مع الأزمة إلى جانب المضعافات الاقتصادية الناجمة عنها مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر